أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على أن تشهد الفترة القادمة تطوير الشركة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكينيا وتعميق علاقات التعاون واستكشاف أفاق جديدة للتعاون في القطاعات الذات الأولوية للبلدين على ضوء الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك جاء ذلك خلال اللقاء الوزير الأول وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني موساليا مودافادي على هامش أعمال مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد حيث تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والكنغول ديمقراطية واستعراض جهود البلدين في تحقيق السلام والاستقرار ونزعفة للأزمات في القارة الإفريقية وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لاستقرار الصمال ووحدة وسلامة أراضيه